ربما لن يكمل مسيرته وليس بوسعه أن يحافظ على مركزه في ساحة مفتوحة لصراعات الحزبية بين كتل تمثل حقيقة الدولة كحزب الدعوة وأخرى طغت على المشهد بعد الانتخابات وتحاول الحفاظ على مكاسبها نور المالكي اليد الخفية وراء ما يحاك حاليا لرئيس الحكومة عادل عبد المهدي هذا ما بينته تغريدة لوزير المالية السابق هوشيار زيباري فجر فيها مفاجأة من العيار الثقيل عن خطة لإسقاط عادل عبد المهدي أطرافها حزب الدعوة بزعامة المالكي وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم التغريدة وقبل أن يقوم بحذفها تناقلتها الألسن السياسية وعززت حقيقة محتواها من ناحيتين الأولى عمق التجربة السياسية لهشيار زيباري على مدى السنوات الماضية والثانية ما يتقاطع معها من تسريبات تشير إلى تقارب كبير بين جناحي حزب الدعوة الممثلين في اتلاف دولة القانون وتحالف النصر تسريبات تستند إلى غضب المالك والعباد ومعهما الحكيم من التهميش الذي يتعرضون له من قبل حكومة عبد المهدي ودعميها المتمثلين بتحالف السائرون الذي يرآه مقتد الصدر وتحالف الفتح بزعامة هادي العامري ويرى هذا الثالوث السياسي أن الصدر والعامري شكلا الحكومة وزعا أبرز حقائبها على شخصيات موالية لهما تحت شعار تجنب إسناد الحزبيين ومنعت هذه الصيغة جميع قيادات دولة القانون والنصر والحكمة من الحصول على حقائب في الحكومة إسقاط حكومة عادل عبد المهدي لم يعد أمرا مستبعدا بل أصبح خيارا ممكنا يتداول الحديث بشأنه داخل الأروقة السياسية وخصوصا مع تأكيد عدد من النواب بأن الحكومة غير محصنة ويمكن أن تسقط في أي لحظة ترجمة نانسي قنقر